الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين القناعة خلق راحة البال خلق الاطمئنان خلق الرضوان خلق الأغنياء الغنى الحقيقي هو ما استقر في القلب لأنه إذا لم يقنع القلب فلا غنى لا يشبع الإنسان من شيء ولا يرى ما في يديه فلا ينظر إلا إلى غيره فلا يشعر بقيمة النعمة في يديه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اتق المحارم تكون أعبد الناس وارض بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ترى كثرة المال هو الغنى قال نعم يا رسول الله قال نعم يا رسول الله قال لا إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب إذا تحركت العين إلى ها هنا وهناك فمن أين ستدري بقيمة النعم التي في يديك من أين ستشعر أو تستطعم ما أنعم الله به عليك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انظروا إلى من أسفل منكم انظر إلى من هو أقل منك انظر إلى صحتك وصحته وإلى مالك وماله وراحتك وما يحدث له ولا تنظر إلى من هو فوقكم لأنك لا تدري ما أخذ منه في الباطن مقابل ما أظهر لك من النعم انظر إلى من أسفل منكم ولا تنظر إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم هذا ما تعلمه الصحب الكرام يأتي رجل لعبد الله بن عمر بن العاص ويقول يا عبد الله ألسنا من فقراء المهاجرين افترض أن يقول نعم الناس أغنى منا وما إلى ذلك لا لا قال له ورد على السؤال بسؤال قال ألك امرأة تأوي إليها لك زوجة تسكن إليها وتخفف عنها وتخفف عنها قال نعم قال ألك مسكن تأوي إليه مكان يسترك الله فيه قال نعم قال فأنت من الأغنياء فرد عليه الرجل قال إن لي خادمة قال فأنت من الملوك حقيقة الدنيا جمعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه أمن وأمان وراحة واستقرار يذهب وهنا وهناك لا منقصات ولا خوف معافا في جسده يستطعم الطعام ويمشي على قدميه وينظر بعينيه عنده قوت يومه ماذا يريد فوق ذلك؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ذكر الإمام أحمد في كتابه الزهد أثرا عن نبي الله سليمان صاحب الملك العظيم العرض العسكري في جيشه كان من أعجب ما يكون حدثنا عليه القرآن قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطي جند في الأرض وجند في الجو جند مرئي وجند غير مرئي سخر له الريح وفي أحد الأيام تحمله الريح فيراه حراث مزارع بسيط في الأرض يتعب ويكد ويجتهد فلما رأى هذا المنظر العجيب قال والله لقد أوتيت ملكا عظيما يا ابن داود لسيدنا سليمان يظن أنه لن يسمع المسافة بعيدة فحملت الريح الكلمات فخدم إليه سيدنا سليمان وهو يمشي على قدميه قال قلت كذا؟ قال نعم نعم يا نبي الله قال لقد مشيت إليك لألا تتمنى ما لا تقدر عليه ثم وضح له الأمور قال لتسبيحة واحدة من العبد يقبلها الله خير مما أوتي آل داود أجمع نعم فتعجب الرجل كيف هذا؟ قال لأن التسبيحة تبقى وما أوتي آل داود يفنى أين ما أوتي آل داود الآن؟ ارضى بما خسمه الله لك وقنع وعمل للآخرة واعلم أن من أعظم الأرزاق القناعة سل الله القناعة لما تسأله القناعة تسأله الغناء لأنه بدون القناعة أنت أفقر ما تكون ولو ملكت الدنيا كلها قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه اللهم اجعلنا من أهل القناعة الراضين بما قسمته يا كريم يا رحمن يا رحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى